الفعل set هو من أكثر الأفعال اللي إلو معاني عديدة باللغة الإنجليزية وبيضيع التلاميذ اللي عم يحاولوا يتقدموا بمستويهن الإنجليزي عادة منركز على فعل have أو فعل get ومننسى فعل set قد يمرق معنا collocations مع فعل set أو idioms أو phrasal verbs وما نفهم معناتهم لأنه منفكر إنه set لها معنى محدد ومنترجمها على أساس هالا المعنى لكن هيدا بالطبع خطأ لأنه set ما عنده ترجمة محددة باللغة الإنجليزية بل المعنى لفعل set يعتمد على الكلمات التي تأتي بعد هذا الفعل إذن هيدا موضوع درسنا اليوم الدرس الكبير لذلك سأقسمه إلى ثلاثة أقصام درس عن collocations درس عن idioms ودرس عن phrasal verbs مع فعل set إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للي ما بيعرفني أنا نور من Master English وشكرا للكن لأنكم عم تلموا معي لتعلم اللغة الإنجليزية يلا قبل ما نبدأ بالدرس خلينا بكل حماس نضغط على زر like سمعت إنه إذا ضغطت على زر like فأنت حتفهم الدرس أكتر وحتحفظه بشكل أسرع بس هاري يمكن تكون خرافات فاكتبوا لي رأيكم بالcomments وإذا ما عامل subscribe هلأ فرصتك تضغط على زر subscribe وتفاعل زر الجرس لحتى يوصلك كل دروسنا أول بأول إذن هيا لنبدأ إذن الآن سنركز على collocations with set الcollocation يعني الكلمات اللي عادة تأتي مع بعضها البعض يعني هي مجموعة كلمات كتير من نسمعها مع بعضها باللغة الإنجليزية معظمكم بيعرف الفريز الوربس الفريز الوربس أو الأفعال المركبة هي نوع من الcollocations لكن اليوم لا أعطيكم collocations ليست فريز الوربس إذن ما معنى set set كأسم تاني مجموعة set مثلا حضرت لكم مجموعة دروس on the verb set على الفعل set I prepared for you a set of lessons on the verb set وترجمة set ممكن ترجمة يضبط يضع يحدد يثبت لكن ما فينا نترجمة إلا لنعرف الكلمات اللي حاولين set لذلك من المهم أن نتعلم الcollocations with set حضرت لكم سبع collocations لليوم وإن شاء الله بعد الثلاث دروس مع فعل set ستمكنوا من هالفعل أكتر وبيصير عنكم إحساس وشعور بمعنى هذا الفعل لما يجي بجملة حتى لو إجى مع كلمات ما تعلمتوها يعني حتى لو إجيكم collocations ما تعلمتوها أو phrasal verb ما تعلمتوه أو idiom ما تعلمنا بهال الدروس إذن هول الدروس كتير مهمين وصدقوني لح تستفيدوا كتير منن ينبدأ بأول collocations وهي set the table set the table إذن set the table تعني أن يرتب الطاولة تحضيرا لتناول الطعام set the table يعني أن تضع الأطباق والأكواب والسككين والملاعق على الطاولة تحضيرا لتناول الطعام أن ترتب الطاولة هذا معنى set the table set the table لنرى جملة could you help me set the table could you help me set the table إذن هل بإمكانك مساعدتي في تحضير الطاولة في ترتيب الطاولة could you help me set the table إذن ممكن أن تستعملوا هذه العبارة could you help me لما بتكن تطلبوا مساعدة من شخص ما ومن ثم بتقولوا بشو بتكون المساعدة مثلا هنا setting the table بتكون مساعدة بsetting the table you need help with setting the table could you help me set the table إذن للكالكيشة التانية اللي إحنا نتعلبة اليوم هي set a fire إذن fire تعني حريق فشو بتظنوا معنى set a fire set a fire نستعمل بمعنى يشعل حريقا أو بالأحرى أن يشعل شيئا ما أن يسبب بالحريق إذن هذا معنى set a fire لنرى جملة some fireworks accidentally hit the house next door and set the roof on fire إذن some fireworks some fireworks fireworks هي الألعاب النارية بعض الألعاب النارية accidentally يعني عن طريق الخطأ accidentally hit the house ضربت بالمنزل next door المجاور and set the roof on fire وتسببت بحريق في صقف هذا المنزل some fireworks accidentally hit the house next door and set the roof on fire إذن لننتقل إلى the collocation الثالث وهو set an alarm أو set the alarm set an alarm أو set the alarm الألعاب تعني منبه فما هو معنى set the alarm أو set an alarm برأيكم set an alarm أو set the alarm تعني أن يضبط المنبه إذا استعملنا the يعني المنبه أما إذا استعملنا an يعني يضبط منبها إذن the للتعريف أداة تعريف أما أن فهي أداة تنكير ولم نستعمل أ لأن الكلمة alarm تبدأ بصوت متحرك vowel sound إذن set an alarm أو set the alarm تعني أن يضبط المنبه نحن سنغادر في الثامنة صباحاً غداً tomorrow تعني غداً ومورنغ تعني صباحاً leaving سنغادر سنغادر غداً صباحاً في الساعة الثامنة لذلك عليك أن تضبط المنبه يعني أن يرن المنبه في الساعة السابعة we're leaving at eight tomorrow morning so you should set your alarm for seven إذن إلى الآن تعلمنا set the table أن يرتب الطاولة تحضيراً للطعام set a fire أن يشعل أو يتسبب بحريق لشيء ما وأيضاً تعلمنا set an alarm أو set the alarm وقلنا أنها تعني أن يضبط المنبه إذن الآن بعد عنا أربع collocations ننتعلموا اليوم إذن collocation الرابع لليوم هو set sail set sail تعني أن يبدأ رحلة عبر المحيط أو في المحيط في قارب set sail لنرى الجملة the weather was cold and windy when we set sail from Alaska the weather was cold and windy when we set sail from Alaska إذن the weather the weather was cold and windy كان بارداً وكانت الرياح قوية windy يعني الرياح قوية when we set sail from Alaska عندما بدأنا في رحلتنا في المحيط في قارب من Alaska from Alaska يعني بدأنا الرحلة من Alaska أما إذا قلت to Alaska فنحن بدأنا رحلتنا إلى Alaska إذن to تعني إلى أما from تعني من إذن the weather was cold and windy when we set sail from Alaska إذن هذا معنى set sail الآن سأعطيكم collocation كتير مهمة وهي set a good example أو set a bad example أكيد معظمكم بيعرف إنه good تعني جيد أما bad تعني سيء وexample تعني مثل فما معنى set a good example أو set a bad example إذن عندما نقول أن شخصا ما sets a good example فهذا يعني أن هذا الشخص يظهر سلوكا تؤثر على الآخرين بطريقة إيجابية إذن هو يتصرف كقدوة حسنة أما إذا قلنا set a bad example فهذا يعني أن سلوكه الذي يظهره يؤثر على الآخرين بطريقة سلبية وهو يتصرف كأنه قدوة سيئة إذن هذا معنى set a good example وset a bad example إذن لنرى الجملة You shouldn't swear around kids You don't want to set a bad example for them You shouldn't swear around kids You don't want to set a bad example for them إذن swear معظمكم قد بيعرف بمعنى يحلف لكن أيضا تأتي بمعنى يسب أن يشتم أن يقول كلمات غير مهذرة You shouldn't swear around kids يجب أن لا تشتم أمام الأطفال أو عندما تكون حول الأطفال You don't want to set a bad example for them لا تريد أن تكون أو أن تتصرف كقدوة سيئة لهم for them You shouldn't swear around kids You don't want to set a bad example for them لننتقل الآن إلى collocation السادس وهو set a trap حضرت لكم جملتين فما معنى set a trap Trap تعني فخ إذن set a trap تعني أن يجهز أو أن يحضر فخاً ممكن نستعملها بمعنى يحضر فخاً لاستياد حيوان ما أو ممكن نستعملها بمعنى أن يحضر فخاً ليوقع به شخص آخر وأكيد هون المعنى مش فخ لاستياد الشخص الآخر بل ليوقع به إذن هذا معنى set a trap إذن cheater تعني غشاش cheaters were caught تم التقادهم أي تم الإقاع بهم when one teacher عندما قامت معلمة واحدة set a trap بتحضير فخ لهم by leaving a copy من خلال ترك a copy نسخة of the test من الاختبار on her table على طاولتها the cheaters were caught when one teacher set a trap by leaving a copy of the test on her table إذن لنرى الجملة الأخرى there's a mouse in our house so we're trying to set a trap for it there's a mouse in our house هناك فأر في منزلنا إذن mouse تاني فأر وهوس تاني منزل so we're trying لذلك نحن نحاول to set a trap for it أن نحضر فخاً له لهذا الفأر إذن set a trap قد تأتي بمعنى تحضير فخ لاستياد حيوان أو تحضير فخ لإقاع شخص ما إذن تعلمنا إلى الآن set a trap بقي لدينا collocation واحدة آخر collocation نحن نتعلمه اليوم هو set foot إذن foot تعني قدم فما معنى set foot set foot تعني أن يخطو خطوة يعني أن يدخل مكان ما أو منطقة معينة هذا معنى set foot إذن لنرى الجملة حتى نفهم المعنى أكثر if you ever set foot on my property again I'll call the police if you ever set foot on my property again إذا دخلت مرة واحدة بعد إلى ممتلكاتي إلى أرضي I'll call the police سأتصل بالشرطة إذن إذا خطوت خطوة واحدة بعد في أرضي في ممتلكاتي في منزلي I'll call the police سأتصل بالشرطة if you ever set foot on my property again I'll call the police I have never set foot in Japan لم أخطوة ولا خطوة في اليابان قط في حياتي I have never set foot in Japan إذن هذا معنى set foot يعني أن تدخل منطقة ما أو مكان معين إذن collocations التي تعلمنيهم اليوم هن set the table أن يحضر الطاولة set fire أن يشعل شيئا ما أن يقوم بإشعال حريق set an alarm أو set the alarm أن يضبط المنبه set sail أن يبدأ رحلة في المحيط set a good example أو set a bad example أن يكون قدوة حسنة أو قدوة سيئة set a trap أن يحضر فخن و set foot أن يدخل مكان معين أو منطقة معينة إذن شكرا لكم لأنكم انضميتوا معي لتعلم اللغة الإنجليزية الآن اللي بدي إياه منكم أنكم تحاولوا تستعملوا أي collocations من هؤلاء وتكتبوا لي جملة في الـ comments تحت الفيديو بهالطريقة بتكونوا عم تستعملوا هون وعم يترسخوا معاني هون أكتر لزهنكم وشكرا كتير لقلتكم لحسن متابعتكم كان معكم نور من ماستر انجليز يلا ضغطوا على لايك وعملوا سبسكرايب وبشوقوا إن شاء الله بالدرس المقبل يلا السلام عليكم مبارك برافو عليكم وصلتوا لإخر الفيديو هيدا أحدث درس وهيدا الفيديو اليوتيوب بيمسحك تشاهده وما تنسوا تعملوا سبسكرايب عبر الضغط على الدائرة ثم الضغط على زر سبسكرايب وشكرا كتير لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر